بالتأكيد الشيء أغلب جزء كبير من مشاهديننا شباب خلق الوظائف أنت تسمعون كثير في موضوع الرؤية وفي خطط الدولة خلق الوظائف خلق الوظائف أنا بأشرح لكم إياها بالتوصيفي أنا كنت أول يا ولدي تخلص الثانوية وتخش الجامعة تخش جغرافيا تاريخ شريعة جامعة الإمام مش عارف إيش تخصصتنا نظرية كثير نهندسة نظم التخصصة دارت أعمال وبعدك تأخذ الملف الله يحفظك تروح ديوان الخدمة المدنية عشر يوظفونك إما مدرس أو تلاقي لك مسابقة على وظيفة حكومية حاول تتخلص أنا في تقديري الفكرة هذه يساها اللي توا بادي انساها الوظائف اللي راح تستحدث ممكن تصير أنت مدير صالة رياضية كيف أنا بغير أصير موظف صادر وارد لا مدير صالة رياضية مدرب رياضي مدربة رياضية مسؤول حمية مراقب سعرات حرارية وظائف كثيرة راح ينتج عنها يمكن تكون جديدة وأعرف أن الشباب اللي راح يتوظفون الوظائف هذه راح يعانون أول سنة أو سنتين في عملية الخطبة لما يجي خطب من عنده والبنت مساء الخير والله جاي أخطب ويش تشتغل؟ والله أنا يعني مسؤول صالة رياضية في الرياضة للجميع يقول لك يعني أنت ما تشغل موظف يبقى يا موظف يا شغال في العسكرية المجتمع كله قاعد يتغير فبالتالي احنا قاعد نمر في مرحلة انتقالية الوظائف القديمة انسوها كل السعودين لو تسأل احنا بالضبط نشتغل حوالي 25 نوع من الوظائف يا عسكري يا ضابط يا مهندس يا رئيس قسم يا مدير عام يا رئيس فرع بنك يا مدير رئيس فرع بنك يا موظف بنك يا موظف شركة يا سكيرتي يا مسؤول تغذية ايش في بعد وظائف؟ مدرس اوه مدرس المدرس المدرس هذا الاصص المواطنين مدرسين هذه الفكرة انساها الوظيفة الرائقة ذي اللي ثلاث ساعات وجازة طويلة هذا الزمن انتهى انت جاي لمرحلة جديدة فعلا لك لازم تكون مهيئ انه راح يكون في توليد الوظائف في قطاعات جدا جديدة وطبعا راح تكون طريقتها مختلفة تشتغل تاخذ راتبك تبدع تاخذ زيادات تكسل يعطونك استمارة ستة يقضمونك الباب ما عاد في الوظيفة المضمونة لا بد ان تبذل جهد هي طريقة جديدة بس عاد مضطرين انه تحاوز تكيف معها حتى تستطيع ان تواكب المرحلة القادمة كم من الخبر في الجانب الرياضي في موضوع جودة الحياة 2020 يسعى البرنامج من خلال المؤسسات التعليمية والاندي الرياضية الى تعزيز ممارسة الانشتر الرياضية في المجتمع ويعمل البرنامج في هذا الاطار على مئات المواقع اللائقة لممارسة الرياضة يعني بيجهزون ملاعب كثيرة اضافة الى زيادة معدلات استخدام المرافق الرياضية من 8% الى 55% المرافق الرياضية لا تستخدم الانديا بس والانشطة التنافسية الان لا ممكن تمارس فيها رياضة الهواة رح يكون هذا برنامج وهذا ينتج عنه وظائف اشياء كثيرة كما يتطلع للمساهمة في تمييز الرياضة السعودية عالميا من خلال تجهيز نخبة من الرياضية في المملكة وتطوير مستوى ادائهم للمشاركة بفعالية في الالعاب الولمبية طبعا للعاب الولمبية كل مرة نسمع ان في مشروع لللجل للعاب الولمبية وكل مرة ما نكمل السباق حاجة يعني ان شاء الله نتمنى هالمرة يكون المشروع على اسس صلبة ويقول الخبر في اطار الرياضة المدرسية يعمل البرنامج وهو برنامج جودة الحياة 2020 على تعزيز المشاركة الرياضية للفتيات على النطاق المدرسي يعني ممكن يصير دوري مدارس رح تسنهم مسابقات في المدارس يعني الثانوية الرابعة بنات تلعب ضد الثانوية الخامسة بنات نهائي سلة اوف تلاقي فجأة المدام جايها مكسورة ولا عندها رباط صليبي طيب وتطوير مستوى اداهم للمشاركة بفعالية في اللعاب الولمبية وفي اطار الرياضة المدرسية يعمل البرنامج على تعزيز المشاركة الرياضية للفتيات على النطاق المدرسي اذ يتطلع البرنامج إلى مشاركة ثلاثمية وخمسة وعشرين الف فتاة في حصص التربية البدنية طبعا هذا سوق للملابس الرياضية شغل عايش تغل البنكي البنكي اخيرا في الملابس الرياضية عايش يطلب عليه كثير وتأهيل سبع الاف وخمسمائة معلمة وتجهيز الف وخمسمائة مدرسة بصالات مدرسة بصالات رياضية رح يجهزون الف وخمسمائة مدرسة يضيفون لها صالات رياضية ويصل اجمال الانفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج جودة الحياة عشرين عشرين حتى العام عشرين عشرين خلال السنتين أو ثلاثة القادمة إلى مائة وثلاثين مليار ريال سعود